ومرحبا بكم متابعين الكرام في خبر جديد اقترح تقرير حديث أعده المرصد الوطني لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة إعادة النظر في الأوليات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب في ضوء الصدمة الصحية والاقتصادية المزدوجة وتحديد العوائق المحتملة أمام تنميته في المستقبل التقرير الذي حمل عنوان أن تكون شابا في المغرب خلال الوقت الحالي قدم تشخيصا معمقا لوضع الشباب في المغرب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فضلا عن إنعكاس استشرافي على تكيفهم مع السياسات العامة لتلبية توقعاتهم وتطلعاتهم ووفقا لتوجهات النموذج التنموي الجديد بحسب الوثيقة ذاتها يبدو أن الشباب هما الأكثر تعرضا للأزمة الحالية موردا أن فئة الشباب إحدى الفئات الاجتماعية في المغرب التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية وتابع التقرير قائلا هذا هو رأس المال البشري الأكثر قيمة الذي يجب تقديره من حيث تعليم والتدريب والصحة والحماية الاجتماعية وريادة الأعمال إن وجود الشباب في الفضاء العام والسياسي والمدني موضع تساؤل في قدرته على جذبهم التقرير قدم قراءات في معطيات رقمية استنادا للأبحاث السابقة كانت صادمة في بعض منها إذ ذكر أن 7 من كل 10 شباب مغاربة تغريهم الهجرة وهو أعلى رقم في المنطقة العربية كما أن 68% من الشباب المغربي يتوقعون سعادة أكبر إنهم هاجروا وفيما يرتبط بالهوية والأسرة والمساوات كانت التصورات مرتبكة أو حتى متناقضة إذ أوضح التقرير أن أكثر من نصف الشباب يدعون الهوية الأمازيغية بينما 3 أرباعهم يتحدثون عن المغرب العربي أو الهوية العربية أو كونهم أعضاء مجتمع إسلامي إلى هنا ينتهي خبر اليوم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد إلى اللقاء